اشتركوا في القناة التدريبات الجماعية التي اقيمت مساء امس الثلاثاء وجاء ذلك وفقا للسياسة المتبعة بتصعيد افضل العناصر المميزة بقطاع النشئين بالنادي للمشاركة مع الفريق الاول وشارك محمد ابراهيم في الميران بشكل كامل والذي شامل الفقرة البدنية والتأهيلية والحصة الخططية والتقسيم الفنية خصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية لللاعبين داخل صلة الجيمينيزيوم لعلاج الارهاق وتجهيزهم بالشكل الامثل عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة وقاد جواو ميجل مخطط الاحمال وباقي افراد الجهاز المعاون هذه الفقرة وقام بتدوين كافة التفاصيل الخاصة بكل اللاعب خلال اداء التدريبات البدنية اعلنت شركة تذكرة عن ترحي تذاكر مباراة الزمالك وبرامدز في بطولة الدوري كشف مصدر داخل الزمالك عن خطة الزمالك لتدعيم صفوفه مع التأكيد على ان تركيز الادارة في الوقت الحالي ينصب على حل ازمة ايقاف القيد وتسوية المستحقات المالية واوضح ان التعاقد مع صفقة جديدة لا يزال غير مدرج على قائمة اولويات مجلس الادارة وذلك لوجود امور اكثر الهاحا تتطلب المعالجة والزمالك يسعى جاهدا لانهاء جميع المديونيات الخاصة باقاف القيد في اقرب وقت ممكن تمهيدا لفتح باب الانتقالات وتسجيل اللاعبين الجدد وذكر ان دفع مستحقات اللاعبين المتأخرة يتصدر قائمة اولويات مجلس الادارة وذلك لتجنب حدوث اي ازمات جديدة تهدد استقرار النادي وقيده مرة اخرى واكد ان ضم صفقات جديدة لن يتم على حساب حقوق اللاعبين الحاليين مشددا على التزام الادارة بتزديد جميع المستحقات وخطة النادي التي تسير وفقا لمراحل محددة تبدأ بانهاء الالتزامات المالية يليها فتح باب الانتقالات والبحث عن تدعيمات جديدة للفريق خاض لعب الزمالك الذين شاركوا في مباراة الداخلية تدريبات تأهلية واستشفائية على هامش الميران واكتفت هذه المجموعة باداء الفقرة البدنية مع باقي اللاعبين داخل صالة الجيمينيزيوم ثم خوض تدريبات تأهلية واستشفائية دون المشاركة في باقي فقرات الميران الجماعي بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزي جوميز يلتقي الزمالك مع نظيره برامدز يوم الجمعة المقبلة ضمن الإقاءة مؤجل من الجولة 18 في بطولة الدور المصري جوميز استقر على الدفع بمحصطف الزناري لقيادة دفاع الزمالك أمام برامدز لتعويض غياب المثلث الذي يغيب بسبب الإقاف وقام البرتغالي خلال ميران اليوم بالحديث مع الزناري عن بعض التعليمات الفنية المطلوبة منه عقد جوزي جوميز جلسة مطولة مع اللاعبين في حضور عبدالواحد السيد قبل انطلاق التدريبات الجمعية التي أقيمت مساء أمس ووجه جمز التحية لللاعبين على المجهود المذذول خلال الفترة الماضية في ظل ضغط المباريات كما شرح العديد من الأمور الفنية التي حدثت في مباراة الداخلية وطالب من اللاعبين مواصلة إدارة أداء التدريبات بقوة وتركيز واستمرار الانتصارات خلال اللقاءات القادمة شهدت تدريبات الزمالك مشاركة سيفارو جعفر في جزء من الميران واكتفى بالمشاركة في الفقرة البدنية بجانب الحصة الخططية ولم يشارك في التقسيمة الفنية وفقا لقرار الجهاز الفني بالتنصيق مع الجهاز الطبي طبقا للخطة الموضوعة لتجهيزه وعودته للمشاركة بشكل كامل على مراحل وأدى فقرة تدريبات تأهلية إضافية تحت قيادة ماريو توملينو بيتش المعد البدني للفريق من أجل تجهيزه بأفضل شكل للفترة المقبلة صالح جمعة شقيق عبدالله جمعة لعب الزمالك السابق في يناير اللي فات والميركات اللي عملوا الزمالك أنا ما كنتش مقتنع بيه خالص وما كنتش مقتنع باستبعاد عبدالله وكنت شايف إن استبعاد عبدالله في خيانة لي الناس ما كانتش أمينة أنا كلمت أحمد سليمان وعبد الواحد السيد الناس دي ما كانتش أمينة مع واحد من كباتن الفريق اللي فضل فيه سبع سنين وجاب 12 بطولة للنادي ما حدش في مصر يقدر ينكر إن عبدالله جمعة كان راجل بيلعب قلبه وكان بيموت نفسه وبيعشاء الزمالك صالح جمعة أنا رحت واتكلمت مع الكابتن أحمد سليمان وقال لي عبدالله موجود معانا والناس دي شارت عبدالله من القائمة قبل يوم واحد من غلق القيد ده ما كانش بيعمله الأهلي عبدالله آخر ثلاث شهور كان عنده مصق ولعب مع الأهلي مباراة مهمة وكانوا بيرجعوا بالحؤن كنت بقوله أنت لسه صغير على الحؤن دي كان يقول لي عشان مفيش حد أنا مش مقتنع إنك تمشي تمشي لاعب صغير عنده 27 سنة واتقعد لاعب عنده 40 سنة طالما هيسيب عبدالله جمعة يكون عشان خاطر لاعب هيديني سنة واثنين وثلاثة وعشرة أنا من أكتر اللعيبة اللي اتفرجت عليها ولعبت معها محمد عبدالشافي لاعب كبير جدا ومن أحسن الأظهرة اللي شفتوهم في حياتي وفي التاريخ بس أنا كنادي الزمارك استفدت من عبدالشافي إيه في السنة دي طيب فاتوح لما بيغيب من بيلعب عمر جابر تبليه مشيط عبدالله جمعة ليه وبسؤاله إنت أصدق إن الكابتن أحمد سليمان دي حك عليك رد صالح جمعة آه أنا قلت له أكتر من مرة وأقولها ميت مرة في وشه إحنا ناس عرب من سينة ونفهم في الأصول وعندنا كلمة وطالما أخذت منك كلمة يبقى الموضوع انتهى وكنت أقول لي حبا في اللاعب اللي قضى سبع سنين في النادي وكان مخلص إنت دفعت بي ومزقته وأخذ حقا ولعب النادي الأهلي بقى فيه ميزة مخلص مع اللاعب يفضل مع اللاعب المصاب لحد ما يبقى كويس وزي ما كلموني وقالوا لي إن الناصر ماهر عائد من الإعارة وإحنا عايزين نساعدك وكان وقتها الأهلي عامل توقمة مع نادي في التشيك صالح جمعة تمنيته الانتقال للزمالك في وقت ما وحصل مفاوضات مع الزمالك أمين مرتضة كان ساعتها مسؤول في نادي الزمالك وهو كان صاحبي عرض علي الموضوع أكتر من مرة ومرتضة منصور عرضوا علي مرة لكن ساعتها كنت مبسوط في الأهلي وكنت دايما برفض وكنت تحب جمهور الأهلي واختتم تمنيته الانتقال للزمالك في وقت ما عشان جمهور الزمالك بيحب اللاعب المهاري واتمنيته الانتقال للزمالك بعد ما مشيت من الأهلي مشوانة في الأهلي بس كده دي كل أخبار اللي كانت نعنى النهاردة عن نادي الزمالك أتمنى الفكرة أكون خفيفة على البقوم ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكري بالقناة وتشكريون جدا على النهاية ومقبلوا عندكم أي ملحوظة سيبوها في التعليقات سلام